لم يكن القطاع الصحي في البلاد بكامل عافيته قبل الحرب لكنه بعدها أصبح أكثر سوءاً ويحتاج إلى علاج عاجل لمشاكله الكثيرة فقد عمدت الميليشيا فور الانقلاب إلى نهب الميزانيات المخصصة للقطاع الصحي ما ترك المرافق الصحية دون تمويل لتغطية النفقات التشغيرية وانقطعت رواتب العاملين فيها الأمر الذي زاد من حدة تدهور الخدمات الصحية في البلاد حاجة الناس إلى العلاج أيضاً زادت بنسبة كبيرة خلال سنوات الحرب الأربع فقد ظهرت الكثير من الأوبئة التي كانت قد اختفت عن العالم كالكوليرا والديفيتيريا وحم الضنك كما تراجعت في المقابل قدرتهم على الذهاب إلى المستشفيات مع ترد الوضع المعيشي وانقطاع رواتبهم عشرات الآلاف من الضحايا سقطوا بين فكي الأمراض والأوبئة التي لم تكن المرافق الصحية على استعداد لمواجهتها بالإضافة إلى ألاف الضحايا الآخرين الذين فارقوا الحياة بعد صراعات مريرة مع أمراض أخرى كالفشل الكلوي بسبب عدام الأدوية وعدم قدرة المرافق الصحية على استيعاب الأعداد المتزايدة يوماً بعد آخر الأدوية أيضاً أصبح الحصول عليها أكثر عقدة من السابق بسبب ارتفاع تمنها بأضعاف مضاعفة فيما يبرر تجار الأدوية ذلك بارتفاع تكاليف الاستيراد وإجبارهم على دفع الرسوم الجمريكية والضرائب أكثر من مرة حيث تأخذ منهم في موانئ عدن من قبل السلطات هناك كما تفرض عليهم الميليشيا رسوماً مماثلة في مناطق سيطرتها تشير الأرقام التي تعرضها تقارير منظمات دولية أن 45% من المرافق الصحية فقط تعمل بكامل طاقتها وتعمل 38% منها بشكل جزئي فيما توقف العمل تماماً في 17% من هذه المرافق كما تعرض أكثر من 400 مرفق صحي للضرر أو التدمير خلال الصراع الجاري إما بسبب غارات التحالف أو قذائف الميليشيا بالإضافة إلى مغادرة الكوادر الطبية عالية التخصص مثل أخصائي وحدة العناية المركزة والأطباء النفسيين وأطقم التمرض الأجنبية وما بين انتشار الأمراض والأوبئة في زمن الحرب وتدهور القطاع الصحي والخدمات فيها يقف المواطن اليمني على وجعه في انتظار خلاص طال غيابه